موسيقى اختيار الصائب بالنسبة للمنتخب الوطني المغريبي مدريب لديه كفائل مدريب اللي عمل مع منتخبات وبل ما نذكره فارق رجال البيضاوي اللي فاز معاه بكاس إفريقيا بالنسبة لي عدنا لاعبين ممتازين في البطولة الوطنية ديالنا لأسف لبعض ديالهم ما شاركش في كاسي فريقيا الأخيرة على الأقل واحد ثلاثة كانوا يكونوا واجدين تم مايا كاس العالم نفس الشيء واللعبين اللي عدنا خارج الوطن خزان كبير متمنى إن شاء الله بأن ذاك شيء يبقى غادي ديك الدينية وذاك الحب اللي خدوه بعض لعبين دي المنتخب الوطني المغريبي اللي تلعبوا خارج الوطن ويكونوا لاعبين اللي يرسميين لعبين مباراة لنخصهم يديروا الفرق من يجيوا وعندهم مكانة ديالهم راكين اللعابة عندهم مكانة في المستوى الكبير تلعبوا في البوطولات كلها في أوروبا ما يمكنش بأنه لاعب تكويل لاعب كبير لاعب تلعب في البوطولات عندهم مباراة كثيرة ما غادش يكون واحد إضافة في المنتخب الآن مدرب جديد انتهى العهد ديال إغفغوناق واللي كانوا معاه الآن مدرب اللي عندهم فور كاراكتير عندهم فور كاراكتير و يفو صفوغ التعامل معاه لأن المساعد المدرب دياله جاكي بونفيد اللي كان درب الويداد وحد الوقت كان عميه في نيس كان المساعد ديال واحد اللي لديك في الجابون وتأهلوا الكأس العلام وجاكي كان هو المساعد ديال داز من اللي تأهلوا لعبوا جمباراة يتخسروهم ومع تشوق عليه شي مشكل مع رئيستي حد الياباني و ومرضاش واش كان شي كلام بيناتهم تقلقوا لهذا وغادر وقلت يا جاكي قلت لي وحرمك من كأس العلام قل لي والله يلاقل يروى شوية يتعصب ومماخدوش كيفاش باشي باشي هذا لأنه عنده واحد كاراكتر وهذا وهذا هذا النوم اللي لعب كورا وكل لعب كبير كان في المتخاب لعب في لونت داب فرنسا لعب كوراكتر عدو المدرب وابقى طالع 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 مي مي سولي سبافر مدرب لي خاص باشي نديره في التقيق وانتمنى وان شاء الله بأن العمل اللي قام به في كود دي بوار ولا في الجزائر ولا اليابان ولا ولا الفرق اللي داس فيها لأنه عنده واحد جريبة اللي ناجحها وانتمنى لأحد سعيد لأنه نحن مغاربة والطاقم اللي تم اختيار دي وانتمنى لأولي التوفيق لأنه ماشي نتسنو في الدورة كما تنقول وانتمنى لأولي التوفيق لأنه سينادي لعب لأنه بلد دينا قميص دينا اللي شاركنا فيه ولعبنا به اشتركوا في القناة